يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والسبعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلت معكم في العنوان الثاني حوزة الحمير إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء والحمير هم الحمير البشر إذ أن القرآن قسم رجال الدين إلى مجموعتين في سورة الجمعة مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار والحمار البشري هو أسوأ وأسوأ وأسوأ بتريليونات المرات من الحمار الحيوان لأن الحمار الحيوان الله خلقه هكذا أما البشر الحمار فإنه هو الذي مسخ نفسه بنفسه ساعد الآخرين من الشياطين أن يمسخ عقله وقلبه ووجدانه هذا الكلام مرة علينا لا أريد أن أقف عنده طويلا إنما هي بداية كي أذكركم بمعنى ومضمون العنوان حوزة الحمير هذا هو الجزء الرابع عشر عنواننا الصغير أصوات أصوات طوسية سيستانية سيستانية جاهلة ضالة مضلة وهذا هو القسم السابق ذكرت لكم أمثلة خامساً خالد الدراجي خالد الدراجي عزيز الموسوي عزيز رونقة أحمد أصافي أحمد سلمان خامساً صوت آخر من هذه الأصوات سامي البدري إنه يعرض في الأجواء السيستانية كمحقق المحققون كثيرون عندنا في النجف لكنهم يحققون من جوه ومر الكلام في هذه الحلقات عن المحقق النائيني عن المحقق الخوئي عن المحقق السيستاني عان عان ولا تنسوا المحقق الكوراني وهذا محقق آخر إنه العلامة المحقق سامي البدري السيستانيون يدفعون به إلى الجامعات العراقية يظهرونه في المؤتمرات وعبر الفضائيات وَا 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 عنوان من العناوين السيستانية محقق سيستاني ليس من تلامذة السيستاني ولكن بعد أن رجع إلى العراق حيث كان في المنفى وقع في أحضانهم لا أريد أن أحدثكم عن تأريخه وحياته بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقعه الألكتروني الرسمي ستجدون تفاصيل حياته هل هي صحيحة ليست صحيحة ذلك أمر راجع إليه وإليكم وستطلعون على ما أنتجه من محاضرات من كتب من اكتشافات عظيمة تفرد بها إلى غير ذلك عودوا وقرأوا ما كتب في سيرته الذاتية على موقعه الألكتروني الرسمي ولكن قارنوا بين كل ذلك وبين ما سيطرح في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد بحسب التعابير الشعبية العراقية هذه الحلقة تبليل تنجيع الصابون والزيان باشر راح أبلله وأنجع وأخمر الباشر فهذه الحلقة بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية تبليل وتنجيع باشر أصوبنا وأزينا قارنوا بينما ما سيعرض في هاتين الحلقتين وإذا احتجت إلى حلقة أخرى سأباشرها سأقدمها لكم لكنني أحاول الإجازة والاختصار فإن عدد حلقات البرنامج صار كثيرا ويمثل هذا لنا صعوبة في إعادة بث هذا البرنامج إذا أردنا أن نقوم بتنسيق مع سائر البرامج الأخرى على أي حال هذا هو الجزء الأول من حديثي عن سامي البدري إنه مصداق من مصاديق العنوان الذي ذكرته قبل قليل أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة أقول للذين يمجدون به مجدوا بحسب ما تريدون ولكن تابعوا ما سأتحدث عنه وبعد ذلك مجدوا ومجدوا ومجدوا محاضرة يختصر فيها سامي البدري منهجه في التعامل مع علامات الظهور وهذا هو الموضوع الذي يتحدث عنه في كثير من الأحيان وليس اليوم منذ زمن بعيد المحاضرة هذا هو عنوانها كيف نتعامل مع علامات الظهور القريبة هذه المحاضرة ألقاها سامي البدري في جامع وحسينية أهل البيت بغداد حي القاهرة رفعت على اليوتيوب بهذا التعريخ اثنعش ستة الفين وثلاثة وعشرين ميلادي فتعريخ الرفع يكون قريبا عادة من تعريخ إلقاء المحاضرة في هذه المحاضرة سامي البدري يلخص منهجه سأعرض لكم الجوانب المهمة من حديثه في هذه المحاضرة المحاضرة ويمكنكم أن تقيسوا على هذه المحاضرة فهذه المحاضرة تمثل منهجه المقطع الأول سأعرضه لكم هو يقرأ من الأوراق فقد كتبها على الورق من الورقة يقرأ آية مكتوبة على الورق هو قد كتبها يقرأ آية من القرآن بحسب ما هو يقول لا وجود لها في القرآن ذكرت لكم في الحلقات الماضية من أن السيستانيين وسائر المعممين السفلة من معممي النجف وكربلاء يقولون عني من أنني أتصيد السقطات وقلت لكم هذا كذب إنني أتحدث عن الظواهر العام جهل جهل مراجع الشيعة جهل علماء الشيعة بالقرآن هذا واضح وضربت لكم الكثير من الأمثلة في البرامج السابقة وفي هذا البرنامج في هذه الحلقات في الحلقات التي عنوانها حوزة الحمير فهؤلاء الحمير يأتوننا بآيات لا وجود لها في القرآن ومرت علينا الأمثلة إنها أمثلة تحدثنا عن كبار مراجع الشيعة في الحلقات السابقة فهذا ما هو بغريب أن يأتينا هذا المحقق العملاق بآية أخرى تضاف إلى الآيات السابقة المكذوبة على الله هو هكذا يقول ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم بأيدي غيرهم من هؤلاء ذول عالبو شمخي أهل فتلة أهل شبل من هؤلاء بأيدي غيرهم هذه الآية التي جاءنا بها سامي البدري لا توجد لفظاً في القرآن ولا يوجد معناها في القرآن أيضاً هو يقرأها من الأوراق لو كان يقرأها من ذاكرته من حافظته ربما أجد له عذراً وإني وإن كنت أعرف هذا عنه منذ أن سمعته قبل أكثر من أربعين سنة منذ ذلك التعريخ فحينما يتحدثوا وحينما يكتبوا فإنه يأتينا بآيات إما أن يقرأها قراءة مغلوطة وإما أن يأتينا بآية لا وجود لها في الكتاب الكريم هذا ما هو بشيء جديد ولا هو بشيء جديد على خطباء المنابر الشيعية ولا هو بشيء جديد على مراجع الشيعة ولا على أساتذة المراجع الكبار ومر كل هذا علينا إنها حوزة الحمير حوزة الحمير وهذا شيء طبيعي فهذا هو حال الحمير أتحدثوا عن الحمير البشر رجاء اعرضوا لنا المقطع الأول وانتبهوا إلى هذه الآية يقربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم يقرأها من أوراقه هذا هو العلامة المحقق العظيم رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الأمة المسلمة سوف لن تجد إلا الغرب ملجأا تستغيث به وهكذا سيعاد احتلال البلاد الإسلامية بطلب من أهلها المظلومين تعالوا احتلونا وخلصونا ماذا؟ ويصدق أنهم طبعا رح يصير المسلمين بعضهم يحارب بعض بعضهم يقتل بعض ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم وهو أشنع أنواع التخريب كما حصل في ليبيا وفي سوريا وأيضا حصل عندنا شفناه ويصدق عليهم قوله تعالى لو أنه نقل الكلام بالمعنى بالمضمون من أنه جاء في الآيات هذا المعنى فلا بأس بذلك لو أنه قرأ من حافظته وأخطأ هذا الأمر يتكرر عنده وعند غيره من أصحاب العمائم الشيعية هذه ظاهرة عامة ظاهرة عامة لا يضحكون عليكم ويقولون هذه سقطات أنا أتصيدها هذه ما هي سقطات ما أنا أيضا أشتبه وأخطئ أنا لا أتحدث عن الاشتباهات العارضة وعن السقطات الاستثنائية ما هذا يعرض لي ويعرض لغيري أنا أتحدث هنا عن ظاهرة عامة ومرت الشواهد والأمثلة عن كبار مراجع الشيعة هذا المعنى لا يوجد في القرآن هذا المعنى لا يوجد في القرآن لا الألفاظ توجد ولا المعاني لأنه كان يتحدث عن المسلمين اش راح يصير راح يصير المسلمين بعضهم يحارب بعض بعضهم يقتل بعض ويصدق عليهم قوله تعالى يقربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم أن المسلمين بسبب اختتالهم بسبب اختلافاتهم فيما بينهم سيصدق عليهم قول الله يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم هذا المعنى ليس موجودا في القرآن في الواقع موجود المسلمون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم من كل الاتجاهات والأصناف هذا موجود على أرض الواقع نحن لا نتحدث عن أرض الواقع نتحدث عن كلام ينسب إلى الله من متخصص محقق المسلمون على أرض الواقع يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم من المسلمين وغير المسلمين هذا واقع لا شأن لنا به هل يوجد في القرآن هذا المعنى من أن المسلمين يقتلون فيما بينهم يختلفون فيما بينهم ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم لا يوجد هذا المعنى في القرآن المعنى ليس موجودا في القرآن والألفاظ ليست موجودة في القرآن الموجود في القرآن ما جاء في سورة الحشر في الآية الثانية بعد البسملة الحديث عن اليهود هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الحديث عن اليهود عن اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقول الآية يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين هذه هي الآية الآية لفظا في الكتاب الكريم هي هذه يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين مضمون الآية عن اليهود لا علاقة له بالمسلمين فهذه الآية التي جاءنا بها المحقق الكبير سامي البدري لا هي بألفاظها توجد في القرآن ولا هي بمضمونها أيضا وتركيبها تركيبها الأدبي ضعيفا هو لا يميز بين كلام القرآن وكلامه لاحظوا تركيبة القرآن يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين يُخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم فهذه البأ تُضعف التركيب الأدبي فالرجل لا هو الذي يضبط الألفاظ ولا هو الذي يضبط المعاني وليا وله والذي يتذوق بلاغة القرآن وجمال فصاحت هؤلاء هم المحققون عندنا هؤلاء محققوا الشيعة محققوا الحوزة الطوسية رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من عظمة هذا التحقيق الأمة المسلمة سوف لن تجد إلا الغرب ملجأ تستغيث به وهكذا سيعاد احتلال البلاد الإسلامية بطلب من أهلها المظلومين تعالوا احتلونا وخلصونا ويصدق أنهم طبعا ما رح يصير؟ رح يصير المسلمين بعضهم يحارب بعض بعضهم يقتل بعض ويصدق عليهم قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي غيرهم وهو أشنع أنواع التخريب كما حصل في ليبيا وفي سوريا جيد وأيضا حصل عندنا هنا شفناه أأخذكم إلى مكان فيه لقطة أخندية إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني ولكن بطريقة أخندية نجفية بامتياز هكذا يقول فقال إذا اختلف ولد العباس يعلق سامي البدري على هذا يقول دولة عباسية دولة عباسية يعني راح تجينا أو جايتنا وإحنا ما ندر به إنه يتحدث عن الحكم العباسي الثاني الذي هو في النجف وفي بغداد إنها حكومة السستاني وحكومة المنطقة الخضراء هؤلاء هم العباسيون القرائن كلها تشير إلى ذلك قطعا لا أتحدث هنا بلسان الغيب وإنما بلسان القرائن المتوفرة فارق بين اللسانين مرة أقول هؤلاء هم العباسيون الجدد إنه الحكم العباسي الثاني بلسان الغيب يعني أن الأمر قطعي لا مجال للتراجع عنه ومرة أقول من أن هؤلاء هم العباسيون الجدد هذا هو الحكم العباسي الثاني بحسب القرائن بحسب المعطيات فهذا الكلام صحيح هناك احتمال أن الكلام لا ينطبق انطباقا كاملا وحقيقيا هذا الاحتمال وارد وارد جدا لكن القرائن والشواهد وما يجري على أرض الواقع كل هذا بمجموعه يخبرنا عن أن الحكم الذي هو في العراق هو هذا الحكم العباسي الثاني سام البدري بطريقة أخندية لأنه هو أيضا من المنتفعين من هذا الحكم العباسي هو هم يأكل ويوص وص فلا يستطيع أن يصرح تصريحا واضحا ذكرها بهذه الطريقة الطريقة الأخندية لف لفها وعبرها دولة عباسية يعني راح تجينا أو جايتنا وإحنا ما ندري به شلون جايتنا وإحنا ما ندري به هذه طريقة الواوية الأخندية رجاء اعرضوا لنا الفيديو عن يعقوب السراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى فرجوا شيعتكم يعني أكو أزمة راح تواجههم باقل الزمان متى فرجوا شيعتكم قال فقال إذا اختلف ولده العباس دولة عباسية دولة عباسية يعني راح تجينا أو جايتنا وإحنا ما ندري به أو جايتنا وإحنا ما ندري به هذا حديث الذي يعمل ببرنامج يأكل ويوصوص يأكل ويوصوص وهذا هو البرنامج الناجح وناجح جدا لكل معممي النجف وكربلا يقفزون على الحقائق يلون أعناق الحقيقة كي تستمر مصالحه ويبررون ذلك لأنفسهم تارة بالتقية واخرى بالمصلحة العامة واخرى بدفع الفتنة إنهم شياطين يتفننون في التبريرات وهذا هو الذي نعرفه عن أصحاب العمائم الطوسية العباسية القذرة لا أستثني أحدا منه لا يعني أنه لا توجد استثناءات لكنها إذا وجدت لا بد من إقامة الدليل على ذلك وإلا مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية المطر متساوي المطر متساوي يضحكون على الشيعة هذا هو الأسلوب الذي يمارسه جميع المعممين وخصوصا من المحققين الكبار يكذب على الإمام الحجة صريحا والله يكذب على الإمام الحجة صريحا هكذا يقول من أن الإمام الحجة حينما يأتي إلى العراق يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون هم أنصارنا هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة ثم يقول لهم على الطريقة الآخندية صل على محمد وأهل محمد هم يصلون على محمد وأهل محمد لأجل إثبات هذه الحقيقة إنه يضحك على الناس لماذا تضحكون على الناس أنتم ضللتم الناس لا أتحدث عنك يا سامي إنما أتحدث عن حوزة تمتد إلى ألف عام لكن الأسلوب هذا هو هو الأسلوب الذي يستعمله سائر المعممين وسائر المراجع بينما في مجالسهم الخاصة يلعنون العراقيين لعنا وبيلا يصفونهم بالحمير والأمطاية والمنافقين وأولاد الكلب إلى قائمة طويلة يصفونهم في مجالسهم الخاصة لكنهم حينما يتحدثون معهم في المجالس العامة يمدحونهم شديد المدح أنتم ضللتموهم وأنتم صنعتم منهم حميرا لماذا تضحكون عليهم قولوا لهم أنتم حمير أو اسكتوا في أي مصدر إمامنا الحجة سيقول هذا الكلام هل في كتب الشيعة في كتب السنة في كتب النصارى في كتب اليهود في كتب البوذيين في أي كتاب وجدت هذا الكلام إنها أكاذيبك على إمام زماننا في أي مصدر الإمام الحجة يقول هذا الكلام والروايات تخبرنا من أن الإمام سيخرج غاضبا على أهل العراق سيخرج غاضبا وسيفتك بأهل العراق فتكا ذريعا وسيذبح من الشيعة أعدادا هائلة الروايات هي التي تخبرنا هذا ما هو كلامي لأن شيعة العراق غدرت وانفجر هذا هو واقعهم في الماضي كانوا هكذا وفي الحاضري هم هكذا وفي مستقبل الأيام أيضا بإمكانهم أن يغيروا هذا الواقع لماذا تضحكون على الناس لماذا لا تخبرونهم بما سيأول إليه أمرهم عند ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه تخافون أن يرتد الأمر من الناس عليكم إذن أسكت وانتشاب أسكت وانتشاب لا تحجوا لماذا تكذبون على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كذاب أنت يا سامي من أين جئت بهذا الكلام كذبني كذبني وانشر على موقعك من أنك جئت بهذا الكلام من المصدر الفلاني وانا سأعتذر إليك سأعتذر إليك مثل ما تحدثت هنا سأعتذر هنا لكنك لن تستطيع أن تفعل ذلك لأنك تعرف بأن الكلام لا وجود له وإذا أراد جاهل أن يقول من أنه في الروايات من أن أسعد الناس بإمام زماننا أهل الكوفة فلو كان الإمام في البرازيل فإن أسعد الناس بالإمام سيكونون حينئذ هم أهل البرازيل لأن الفضل ليس للناس الفضل في السعادة هذه للإمام صلوات الله عليه فلو كان في إستراليا فإن أسعد الناس به في ذلك الوقت الذين هم في إستراليا ولو كان في جنوب أفريقيا فإن أسعد الناس به في ذلك الوقت سيكونون في جنوب أفريقيا الأمر ليس خاصا بالكوفة أو خاصا بالعراق هذه السعادة مردها إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وليس إلى العراقي رجاءً اعرضوا الفيديو واستمعوا واستمعوا يا أيها المشاهدون استمعوا إلى أكاذيب هذا الرجل على إمام زماننا ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق مش عدة بالعراق مش عدة المادي بالعراق يعني ما يكتفي أنه أهل الكوفة قتلوا حسين عليه السلام مش عدة ها لا لا يجي للكوفة لأن أهل البيت ما عدهم غير الكوفة يعلنون يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون هم أنصارنا هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة صلوا على محمد وآل محمد روح عزيز 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 وحق الحسين كذاب هذا الرجل كذاب 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 أين وجد هذا الكلام يكذب على الله ويأتينا بآية لا وجود لها في القرآن لا في الألفاظ ولا في المضمون ويكذب عليكم حينما قال لكم عن الدولة العباسية لأنه يعتقد بأن الدولة القائمة الآن هي دولة بن العباس كل الذين يبحثون في أحاديث الظهور وصلوا إلى هذه النتيجة ويكذب على إمام زماننا هؤلاء هم المحققون الذين تقدمهم لكم المرجعية السستانية وعلاقته علاقة سامي البدري بالسستان متينة جدا متينة جدا إنه يضحك عليكم إنه يضحك عليكم رجاء أعيدوا بث الفيديو وقارنوا بعد ذلك قارنوا بينما ستسمعونه من سامي البدري وما ستسمعونه مني من الأحاديث والروايات أنا أنقل لكم من مصادر العترة الطاهرة وهو يحدثكم بأكاذيبه بالأكاذيب من عنده رجاء أعرضوا لنا الفيديو ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق مش عدة بالعراق مش عدة المادي بالعراق يعني ما يكتفي أنه أهل الكوفة قتلوا حسين عليه السلام مش عدة ها لا لا يجي للكوفة لأن أهل البيت ما عدهم غير الكوفة يعلنون يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون هم أنصارنا هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة صلوا على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد أنا أقول للشيعة هؤلاء يضحكون عليكم تفسير تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إنها رواية التقليد التي طالما أقرأ منها وطالما أتحدث عنها إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة في هذا الزمان فماذا يقول عنهم قال عنهم الكثير لكنني سأنقل هذه الجملة فقط وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقول ما هم بضعفاء الأبدان كهؤلاء الذين يجلسون تحت منبر سام البدري هؤلاء ضعفاء العقول ضعفاء الفهم ضعفاء الثقافة وهم أضر مراجع النجف وكربلاء وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم من الذين قتلوا الحسين فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء إنهم مراجع الشيعة اللعناء وهؤلاء علماء السوء الناصبون نواصب الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون يضحكون على الشيعة يقولون لهم من أننا نوالي العترة الطاهرة وهذا دين العترة الطاهرة وهذا مذهب أهل البيت وهو في الحقيقة مذهب الطوسي وهو مذهب شافعي معتزلي قدر وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا على هؤلاء الذين يجلسون تحت منابر المعممين فيضلونهم يضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذه هي الأصوات الطوسية السستانية الجاهلة الضالة المضلة التي تقودكم تقودكم إلى جهنم هؤلاء يقودونكم إلى جهنم هؤلاء يقودونكم إلى حرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء مراجع الشيعة الذين يقلدونهم هذه الرواية أقرأها عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان طبعات هذا الكتاب عديدة هذه الطبعة التي حققها الشيخ مصطفى صبحي صفحة 574 إنه الحديث الثاني بسنده بسنده بسند صاحب الهداية الكبرى وهذا الرجل نصيري لكن كتابه يجتمل على الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تأتي منسجمة مع مضامين القرآن ومضامين حديث العترة الطاهرة عن المفضل بن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه من أن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان من هم قتلة الحسين في آخر الزمان يستمر الحديث فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا يقتلون الأنبياء في كل زمان مع أنه لا يوجد أنبياء في كل زمان لأنهم يدينون بدين الأحبار والرهبان يدينون بدين المراجع والفقهاء على طول الخط في تعريخ الديانة اليهودية هناك قتل للأنبياء لماذا؟ لأن اليهود كانوا يدينون بدين الأحبار والحاخامات ويكفرون بدين الأنبياء والأوصية وهذا هو الذي فعلته الأم سقيفة بني ساعدة كفرت بدين الأنبياء والأوصية كفرت بدين محمد وعلي وتمسكت بدين الصحابة هم هم الأحبار والحاخامات والأمر هو هو في سقيفة بني طوسي لقد تركوا دين العترة الطاهرة وتمسكوا بدين المراجع والفقه الذي يتناقض تناقضا كاملا مع دين العترة الطاهرة هذا الصراع موجود على طول الخاط صراع بين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات صراع منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن صراع خفي بين دين العترة الطاهرة حيث طمسوه فليس له من أثر وإذا ما تحدث متحدث به سيقتل سيسف كدمه الحكاية طويلة معقدة لكن واقع الشيعة في العراق هو هذا فقتلت الحسين هؤلاء هم يزورون قبره ويتشافون بتربته إمامنا الرضا ماذا يقول بعد أن سأله محمد بن سنان فمن هؤلاء إنه إنه يسأل عن قتلة الحسين عن قتلة الأنبياء إمامنا الرضا يقول له المنتحلة لولايتنا الذين يدينون بولايتنا وليسوا منا لكنهم ليسوا على منهجنا يحبون فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين اللاعنون هم محمد وآل محمد وهذا مصطلح قرآني اللاعنون مصطلح قرآني مفسر في حديث العترة بمحمد وآل محمد المنتحلة لولايتنا وليسوا منا عليكم أن تفرقوا بين قلوب تحب محمدا وآل محمد ومحمد وآل محمد لا يحبونها لأنها تسير في منهج لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة وهناك قلوب تحب محمدا وآل محمد إلا أن الأئمة يحبونها لماذا؟ لأنها تسير في منهج العترة الطاهرة لا بد أن تعرفوا هذه الحقيقة هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء وهذا هو حال مقلديهم وأتباعهم تريدون أن تصدقوا تريدون أن تكذبوا تلك مشكلتكم لكن الأحاديث هذه ما أنا الذي نسجتها مثلما يضحك عليكم سام البدري وغيره أن يمدحوكم ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه وآله اتبع من يبكيك ولا تتبع من يضحكك هؤلاء يضحكونكم يدغدغون مشاعركم لا ينطقون بهذه الحقائق لأنها تنطبق عليهم أولا قبل أن تطبق عليكم ينكرون هذه الروايات ينكرون هذه الكتب هذا هو حديث العترة الطاهرة تريدون أن تصدقوا تريدون أن تكذبوا تلك مشكلتكم ما أنتم مسخرة من الأساس الروايات تحدثنا عن العراقيين عن مراجعهم عن مراجعهم من أنهم سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وسيخرج العراقيون معه أنا لا أتحدث عن أكراد كردستان لأنهم لا علاقة لهم بمراجع النجف وكربلاء ولا أتحدث عن سنة الأعظمية والموصل والرمادي فهؤلاء لا علاقة لهم بمراجع النجف وكربلاء الذين سيحاربون إمام زماننا هم مراجع النجف وكربلاء الذين يتبعونهم هم الشيعة من البصرة والعمارة والناصرية والسماوة وسائر المدن الشيعية الأخرى هكذا نقرأ في دلائل الإمامة للمحدث الطبري من أعلام القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الخامسة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والثلاث وقد قرأت هذا الحديث أكثر من مرة في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج إنهم البتريون اللعناء الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه علي يحدثنا ويسير إلى الكوفة قائم آل محمد ويسير إلى الكوفة يسير إمام زماننا إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح هؤلاء هم الذين بتروا ما بين الكتاب والعترة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجا إلى أن تقول الرواية فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم أهل العراق ولذا فإن الراية الأهدى تأتي من اليمن لا تخرج من النجا الراية اليمانية وهي الراية الأهدى تأتي من خارج العراق والراية المهتدية وهي الراية الخراسانية تأتي من خارج العراق في داخل العراق هؤلاء البتريون اللعنى إنهم مراجع النجف وكربل هذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان أأخذ لقطات سريعة هذا حديث طويل يبدأ في صفحة 341 إنه الحديث الحادي والتسعون عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن جيش إمام زماننا حين يصل إلى العراق حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريق النخيل وعلى الكوفة خندق مخندق إنه خندق مجهز بتجهيزات عسكرية لم يكن خندق بسيطا خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيل فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها هؤلاء هم المرجئة هم البتريون إنهم مراجع النجف وكربلاء هؤلاء فيخرج 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 إليه من كان بالكوفة من مرجئها المرجئة هؤلاء هم البتريون أنفسهم إنهم مراجع النجف وكربلاء وغيرهم من جيش السفياني ويضاف إليهم جنود جيش السفياني الروايات تخبرنا من أن قائد جيش السفياني سيكون معسكرا في النجف فيقول لأصحابه الإمام صلوات الله وسلامه عليه استطردوا لهم استطردوا لهم تظاهروا بالفرار منهم هذا هو المراد ثم يقول كروا عليهم سيذبحون هم عن آخرهم ألا لعنة الله على مراجع النجف وكربلاء الذين سيحاربون إمام زماننا أولاد زواني أولاد زواني أولاد حرام مأبونون اللواط كثير في النجف وخصوصا في الدوائر القريبة من المراجع في العوائل التي يقال لها العوائل العلمية من هذه الأجواء سيخرج مراجع ومراجع مثل ما خرجوا في السابق فلا غرابة في ذلك أجواء النجفي ينتشر فيها اللواط بشكل فضيع جدا وهذا الأمر يعرفه العراقيون بنحو عام ويعرفه النجفيون بنحو خاص من هؤلاء يخرج المراجع العظام الذين سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فيقول لأصحابه استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم قال أبو جعفر إمامنا الجواد صلوات الله عليه لا يجوز والله الخندق منهم مخبر وماذا نقرأ في الروايات أيضا في المصدر نفسه صفحة 387 رقم الخبر 204 عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ثم يسير يسير صاحب الأمر إمام زماننا حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني من هؤلاء الناس الذين اجتمعوا بالكوفة وبايع السفياني هل هم من خارج العراق هل هم من الأكراد أم من السنة هؤلاء هم شيعة العراق هذا الرجل يضحك عليكم ويكذب يكذب على إمام زماننا ثم يسير القائم صلوات الله عليه حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني كيف اجتمع الناس وجاءوا من البصرة والناصرية والعمارة والسماوة والديوانية كيف اجتمعوا لأن المراجع أصدروا الفتاوى لحرب إمام زماننا ولذا فإنهم يتقاطرون إلى الكوفة كي يبايعوا صاحب السفياني السفياني في سوريا وإنما قائد من قواده سيكون في النجف وتأتي الشيعة لمبايعته والروايات كثيرة كثيرة هذه رواية طويلة لا أجد وقتا لقراءتها رقم الحديث ميتين وخمسة نحن هكذا نقرأ في رجال الكشي وهذه طبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها طبعة الرابعة الفين واربع ميلادي طهران إيران صفحة ميتين وتسعة وتسعين رقم الحديث خمسمية وثلاثة وثلاثين عن المفضل ابن عمر عن إمامنا صادقي صلوات الله وسلامه عليه لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم كذاب الشيعة أين في مكة لا يوجد هناك من زعماء الشيعة في مكة أو في المدينة فالإمام يخرج في مكة يتوجه إلى المدينة ومن المدينة يأتي إلى العراق كذاب الشيعة في العراق كذاب الشيعة قطعاً ليس المراد منهم الذين يشتغلون في البناء أو الذين يشتغلون في الأسواق هؤلاء يكذبون كغيرهم من الناس ولكن الإمام لا يبحث عن هذا الكذب إنه يبحث عن الكذب الذي ضلل الناس ضلل الشيعة إنه يبحث عن الكذابين الذين كذبوا على رسول الله الذين كذبوا على الله وعلى أولياء الله لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله أين سيكون هذا في العراق في العراق فكذبوا الشيعة في العراق إنهم في النجف مكاتبهم في شارع الرسول في النجف في شارع الرسول في النجف هؤلاء هم كذبوا الشيعة هؤلاء هم لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله فهل تتوقعون أن الإمام يبدأ بكذابي الشيعة يبدأ مثلا بباعة الخضروات أو بالعطارين أو أنه يبدأ بالنجارين أو القصابين إنه يبدأ بأصحاب العمائم السوداء والبيضاء هؤلاء الذين سطروا لأنفسهم الألقاب الطويلة العريضة الذين يضحكون عليكم ويدفعون بهؤلاء المحققين العظماء من أمثال سام البدري يدفعون بهم إليكم كي ينشروا أكاذيبهم وجهلهم وضلالهم وهذا هو عنواننا أصوات طوسية سيستانية جاهلة ضالة مضلة معجم أحاديث الإمام المهدي إنها مؤسسة المعارف الإسلامية وهذا هو الجزء الرابع في الصفحة الرابعة والسبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثالث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم بدأ بالذين ينتحلون حبنا من عامة الشيعة لن يكون هذا الأمر لن يكون هذا الأمر وإنما الذين ينتحلون حبنا وجاء وصفهم في أحاديث أهل البيت من أنهم يكذبون ويكذبون حتى يحتاج الشيطان إلى كذبهم الشيطان لا يحتاج إلى كذب الخياطين مثلا وإذا احتاجه فإن حاجته ستكون يسيرة حاجة الشيطان إلى أكاذيب المراجع إلى أكاذيب رجال الدين هؤلاء هم الذين سيبدأ بهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم مثل ما جاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن ممن ينتحل موضعنا وعدتنا لمن هو أشد فتنتان على شيعتنا من الدجال فعينما سئل الإمام الرضا وكيف ذلك يا ابن رسول الله قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا فإنه إذا كان ذلك اشتبه الأمر فلا يعرف مؤمن من منافق وهذا هو الذي يجري بالضبط هذا هو الذي تفعله مرجعية السستاني الآن بالضبط وهذا الأمر ليس خاصا بمرجعية السستاني إنما أتحدث عن مرجعية السستاني لأنها المرجعية العليا وإلا فإن سائر المراجع على نفس هذه الجديلة والطريقة وماذا نقرأ في خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسني ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة من خطبة من خطب أمير المؤمنين تعرف بالمخزون إنها خطبة المخزون يحدثنا بها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة الثامنة والستين بعد الأربعمائة ماذا يقول أمير المؤمنين يا عجبا يا عجبا يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب قال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه قال أمير المؤمنين ثكلت الآخر أمه وأي عجب وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء قال أنا يكون ذلك يا أمير المؤمنين قال والذي فلق الحبة وبرأ النسم كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة في العراق لأنه لا يوجد أنصار للإمام الحجة فإن الإمام يستعين بالأموات الأموات يخرجون من مقبرة النجاف كي يضرب العراقيين على هاماتهم كي يضرب النجفيين والكربلائيين والبصريين والبغداديين الشيعة يضربونهم على هاماتهم هذا كلام أمير المؤمنين وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء قال أن يكون ذلك يا أمير المؤمنين قال والذي فلق الحبة وبرأ النسم كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين هؤلاء هم شيعة العراق قتلت الحسين في آخر الزمان إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا هو مصيركم يا شيعة العراق هؤلاء يضحكون عليكم ضللوكم ضللوا أجدادكم ضللوا آباءكم أخرجوكم من دين العترة أو قعوكم في حفرة مظلمة في مذهب الطوسي القذر وبعد ذلك يكذبون عليكم يقولون لكم من أنكم أفضل الناس وأحسن الناس وأنتم ألعن الناس لماذا لا تخرج الراية الأهدى منكم أليس العراق مهدى التشيع أليس الأئمة عندنا في العراق لماذا تأتي الراية الأهدى من اليمن لماذا تأتي الراية المهتدية من خراسان لماذا 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 يخرج البتريون من النجث لماذا لماذا ولماذا ولماذا لماذا يخرج الأموات من مقبرة النجث ينصرون الإمام الحجة بعد أن يكون العراقيون من الشيعة يحاربون الإمام فليس هناك من ناصر إلا من أموات المقابر كي يضربوا الشيعة العراقيين على هاماتهم في سكك الكوفة هذا كلام علي هذا ما هو كلامي تريدون أن تكذبوا علي وتصدق سهم البدري تصدق أسستاني تلك مشكلتك تلك مشكلتك لكن الحقائق هي هذه هي هذه تتوقعون أن الأمر ينتهي عند هذا حتى بعد أن يسيطر الإمام على العراق وبعد أن يعفو عن كثيرين سيعفو الإمام عن كثيرين لكنهم سيخونونه سيخونونه فعينما يتوجه إلى بلاد الشام ويلتقي جيش الإمام بجيش السفياني فإن العراقيين سيفرون من جيش الإمام ويلتحقون بالسفياني هذا هو تفسير العياش تفسير العياش الرواية طويلة الرواية طويلة عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء الأول من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثمانين ثم يأتي الكوفة صاحب الأمر ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث يستقر الأمر في العراق ثم يأتي الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتى يظهر عليها ثم يسير حتى يأتي العذراء منطقة قريبة من دمشق إنها المنطقة التي فيها قبر حجر ابن عدي ومن معه من شيعة أمير المؤمنين ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير وبعضهم لحق به كي يلتحق بالسفياني نحن لا نتوقع أن يأتي أناس من روسيا مثلا كي يلتحقوا بالإمام الحجة في العراق وبعد ذلك يتحولون إلى السفياني فإما أن يذهبوا إلى السفياني مباشرة وإما أن لا يأتوا لكن الذين يلتحقون بجيش الإمامي وحينما يقتربون من السفياني يقدرون بالإمامي ويلتحقون بالسفياني هؤلاء هم أبناء بلدي هذه دقة عراقية وإحنا نعرفها تمام شغل عراقي هذا ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا وهم يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من الشاميين من السوريين يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد يلتحقون بالإمام الحج ويخرج أناس كانوا مع آل محمد من شيعة العراق إلى السفياني فهم من شيعته لأنهم قد بايعوه بايعوا السفيانية في الكوفة حتى يلحق بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال إنها عملية تبادل وهو يوم الأبدال هذا هو مصيركم يا شيعة العراق وأؤلاء يضحكون عليكم يضحكون عليكم رجاء أعيدوا بث الفيديو وقارنوا قارنوا يا أيها الشيعة بين أحاديث أهل البيت التي تضعها قناة القمر بين أيديكم هذه القناة الماسونية كما يقول السيستانيون الأوغاد اللعناء قارنوا بينما تطرحه قناة القمر من صدق حديث أهل البيت وبين أخاذيب هؤلاء السيستانيين ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق مش عدة بالعراق مش عدة المادي بالعراق يعني ما يكتفي أنه أهل الكوفة قتلوا حسين عليه السلام مش عدة ها لا لا يجي للكوفة لأن أهل البيت ما عدهم غير الكوفة يعلنون يعلن للعالم أن هذه البقعة وأهلها هم الطيبون هم أنصارنا هم الذين يستحقون أن أكون بين ظهرانيهم لأقود العالم وأحل أزماته وأحول الأرض إلى جنة صلوا على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد كذاب وحق الحسين كذاب وحق الحسين وأتحداه وأتحدى السيستانية جميعا أن يأتوني بمصدر بمصدر لمثل هذا الكلام هذا الذي عرضته بين أيديكم هو الذي جاء عن العترة الطاهرة هؤلاء ضللوا أجدادكم وضللوا آباءكم وضللوكم وها هم الآن يضحكون عليكم إلى متى تبقون حميرا عندهم لا أدري لا أدري مع أن الحقائق صارت واضحة واضحة جدا سامي البدري سامي البدري سامي البدري يحدثنا عن ما يقوله هو المصطر الإلهي من سطر التسطرك على يافوخك هي ما يسموها المصطرة 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 بس أنت شو ما عرفك أنت شو ما عرفك المصطرة ما كان على وزن مفعل له معنى آخر أنت تتحدث عن آلة اسم الآلة يأتي على وزن مفعل مفعل معول منجل مصطر مصطرة أما المصطرة من سطرة تسطرك على يافوخك وتسطر المرجعية على يافوخك اللي جابتك للوادم وضحكت على الناس بك وبأمثالك ما كان على وزن مفعل فإنه اسم زمان أو اسم مكان أو أنه مصدر ميمي والمعنى سيكون مختلفا جدا تعرف عربي حبي لو ما تعرف من تعرف تحالك حال ذول المراجع الثيران الثولان تعرف عربي حب لو ما تعرف حينما نقول مقتل فيقصد من مقتل الحسين الزمان الذي قتل فيه عاشراء مقتل الحسين زمانا كربلاء مقتل الحسين مكانا تفاصيل الواقعة الحدث إنه المصدر الميمي ولذا يقال لقصة قتل الحسين من أنها قصة المقتل 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 على وزن مفعل قد يكون اسم زمان قد يكون اسم مكان وقد يكون مصدرا ميميا والمصدر الميمي له أحكام أنا لا أريد أن أقدم لكم درسا في النحو لما أريد أن أكشف لكم عن جهل هؤلاء هو يتحدث عن آلة يريد أن يجعلها سببا كي يرسم خطا واضحا لمسار حركته في تشخيص علامات الظهور هو يسميها يسميها المصطرة الإلهية يمن ثول المصطرة المصطرة الإلهية هذا إذا كان هناك شيء يقال له هكذا وين راح يأخذكم سيأخذكم إلى كتاب لا علاقة له بنا إنه من الأسفار القديمة ينسب إلى النبي إدريس وهو من جملة الكتب المحرفة الكتاب الذي يعرف بين النصارى بكتاب أخنوخ نحن في ثقافتنا الشيعية لا نقول أخنوخ نقول أخنوخ وهذا لا يعرفه سامي البدري كما أعتقد لأنني ما سمعته يلفظه بهذا اللافظ وإنما يلفظه كما يلفظه النصارى أخنوخ نحن في ثقافتنا الشيعية نقول أخنوخ وهو إدريس النبي يطالب الشيعة أن يتخذ مصطرة من كتاب أخنوخ أنتم شايفين طحة حظ أكثر من هذه النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة وهذه هي المصطرة سامي البدري يريد منا أن نتمسك بكتاب أخنوخ أخنوخ في الوقت نفسه يضرب مثالا بكتاب غيبة النعماني من أنه قد يحصل عليه الإنسان وقد يقرأه ويشخص علامات الظهور لكن هذا الأمر يبدو لا يعجب سامي البدري فسامي البدري يريد لمصطرة من سطرة سطرة على يافوخ رجاء اعرضوا لنا الفيديو شلون نتعامل مع علامات الظهور خصوصا موجودة بكل كتاب اليوم يقدر واحد يدخل بالسوق ويحصل لغيبة النعماني يحصل لغيبة الطوسي يقرأ ويقرأ ويقرأ ويطبق السؤال التالي السؤال الكبير كيف نتعامل مع روايات علامات الظهور عدنا مصطرة انقيش بيها لو ما اكو مصطرة اي اول سؤال فحديثنا اليوم عن المصطرة الالهية اكو مصطرة الالهية عن المصطرة الالهية التي نقيش الواقع عليها مصطرة بيها ميت شانتي نشوف ميت شانتي الواقع واصل الى تسعين نقول ايه بعد عشرة اكو وبالتالي هاي العشرة هي مال الامام الواحد اثنين ثلاث اربعة فما هي هذه المصطرة الالهية التي ينبغي لنا ان نتعرف عليها لتكون اداتنا من اجل ان نشخص ان الواقع هو واقع الظهور ان الزمن زمن الظهور ان العلامات اللي تنشوفها هي علامات الظهور هاي المصطرة القرآن تحدث عنها اهل البيت عليهم السلام تحدثوا عنها ولكن لأن القضية قضية اوسع قضية هم النصارى واليهود والبعض والزردشتية ايضا فلابد ان تكون قديمة جدا هذه المصطرة تجدونها في كتاب اليوم الحمد لله ومن حسن حظنا موجود على الانترنت كتاب ادريش ولكن يسمونه بكتاب اخنوخ اخنوخ هو نفس ادريش اخنوخ من اللفظة اليونانية اينوك اينوك من اللفظة العبرية حانوك وحانوك من الحنكة والدراسة هو ادريش احنا رح نسمي ادريش لكنه بالانترنت مدرد حصل اكتب شفر او كتاب اخنوخ واي مفيد ان تطلع عليه اهمنا الفصل المعبر عنه برؤية الاشابيع رؤية الاشابيع هذا الفصل يتحدث ينطينا المصطرة ينطينا المصطرة من زمن ادريش بل من زمن آدم الى بعثة محمد صلى الله عليه وآله الى الهجراء النبوية الى الظهور الى ما بعد الظهور مصطرة مصطرة كاملة شقد اكو غفلة عن متابعة هذا الكتاب من قبلنا كشيعة من قبل المسلمين مع الاسف الا الباحثين المتقصصين اللي يعدون بالاصابع جن الا الباحثين المتخصصين يعني هو منهم وبعدين راح يطلع ما يفتهم للكتاب وبعدين راح يناقض هذه المصطرة هو يسميها مصطرة هي مصطرة اتعلمون ما معنى المصطرة في اللغة العربية المصطرة هو المكان الذي نستعمل فيه المصطرة لتصطير السطور لتخطيط الخطوط لرسم ما نريد ان نرسم المصطرة هو المكان الذي نستعمل فيه المصطرة هؤلاء هم المحققون هو يتحدث عن آلة عن آلة القياس وهي المصطرة فاذا اردنا ان نفهم كلامه فلابد ان نفهم المصطلحات بنحو خاطئ لابد ان نعرف فهمه الخاطئ في استعمال الكلمات حتى نفهم مراده لانه لا يفهم معاني هذه المصطلحات بحسب لغة العرب لذلك انا قلت لقبل شوية قلت لحبي تعرف عربي لو ما تعرف عربي يا حبي الفاظه ليست صحيحة لا يوجد هذا اللافظ الزردشتية ذولا ظاهر يأكلون زرد الزردوشتية اللفظ الصحيح الزردشتية او الزرادشتية هذا هو اللفظ الصحيح الزردشتية او الزرادشتية اما الزردشتية اعتقد ذولا يأكلون زرده استمعتم الى هذا الهراء حيث يحول كتاب اخنوخ بحسب اللفظ النصراني اخنوخ بحسب لفظنا يحول الى مصدر اساسي في رسم الخط الذي نسير عليه في تشخيص العلامات هو سينقض هذه المصطرة هو سينقض ها بنفسه فهو لا ندري يضحك على نفسه يضحك عليكم يضحك على من هو لا يدري يضحك على نفسه وهو لا يدري وهذا هو الاقرب للواقع لكنه حينما يضحك عليكم هو يدري هو يدري وهو قال ان الكتاب موجود على الانترنت احنا جبناه من الانترنت الكتاب موجود مطبوع لكن امشي وراء الشذاب الى باب الدار هذا هو الكتاب الذي تحدث عنه سامي البدري هذا كتاب اخنوخ بحسب لفظ النصارى اخنوخ بحسب لفظنا اخنوخ سابع الابا الخوري بولس الفغالي وهذه طبعة الرابطة الكتابية فانا حينما احدثكم احدثكم عن الكتاب نفسه الذي يتحدث عنه سامي البدري فانا لا اتحدث من خيال هذا الكتاب الذي يعنون بكتاب اخنوخ عند النصارى واخنوخ هو ادريس وهذا معروف في رواياتنا واحاديثنا وبالمناسبة نحن عندنا في الجزء الثاني والتسعين من بحار الانوار للمجلس انها طبعة دار احياء التراث العربي عندنا جزء من صحائف ادريس قد ترجمت من لغتها الاصلية الى اللغة العربية وضعها المجلس في هذا الجزء من الصفحة اربعمية اربعمية وثلاثة وخمسين الى اخر الجزء مجموعة من صحائف ادريس النبي انا لا اريد ان اتناول الموضوع بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة انما اشرت الى هذا لعل احدا يريد ان يطلع على هذه المطالب كتاب اخنوخ الذي يتحدث عنه سامي البدري نحن لا ندري ولا نعرف تعريخه هو من الكتب المعروفة في اوساط اليهود والنصارى النسخة المتوفرة في زماننا قد كتبت باللغة الاثيوبية القديمة قطعا لم يكن ادريس النبي اثيوبيا وانما كان يتكلم بلغة زمانه والذي نعرفه من ان لغة زمانه هي اللغة السريانية هذا الذي نعرفه فادريس كان يتحدث بالسريانية بالسريانية القديمة ويتختلف ويتختلف عن السريانية الحديثة فادريس كان يتكلم بالسريانية القديمة فكتابه وصحائفه قطعا ستكون بلغته السريانية الكتاب الكتاب الموجود الان باللغة الاثيوبية وترجم الى العديد من اللغات الاخرى من جملتها هذه الترجمة انها ترجمة الى اللغة العربية هناك مخطوطات عثر عليها في منطقة البحر الميت في الخمسينات تعرف بمخطوطات البحر الميت لا اريد ان احدثكم عن كل التفاصيل لكنها معلومات ضرورية ان تعرفوها مخطوطات اكتشفها الاسرائيليون في المناطق القريبة من البحر الميت وهي موجودة في اسرائيل من جملة هذه المخطوطات عثروا على اجزاء من هذا الكتاب باللغة الارامية اللغة الارامية هي اللغة العراقية القديمة وهي هي كانت موجودة في بلاد الشام انها اللغة السائدة في منطقة الهلال الخصيب العراق وبلاد الشام فلغة ابراهيم لما ذهب الى فلسطين اتحدث عن ابراهيم الخليل كانت الارامية لانه عراقي والتي تشققت منها بعد ذلك اللغة العبرية اللغة العبرية اتحدث عن اللغة العبرية القديمة لان اللغة العبرية الموجودة الان تختلف عن اللغة العبرية القديمة قد تلتقي معها في بعض الجهات فاللغة العبرية القديمة هي من تشققات اللغة الارامية العراقية فوجدوا اجزاء من هذا الكتاب قد كتبت باللغة الارامية فيبدو ان الكتاب في مرحلة من المراحل كان مكتوبا باللغة الارامية على اي حال على اي حال هذه هي الترجمة العربية المعروفة لكتاب اخنوخ بحسب اللفظ النصراني اخنوخ بحسب لفظنا هذا الكتاب تعرض للتحريف كسائر الكتب الاخرى الاخرى فلا يمكننا ان نعتمده اعتمادا كليا ولا يمكننا ان نجعله منهاجا لنا اي ضلال هذا نترك قرآننا وحديث العترة ونذهب ونذهب الى كتاب محرف تعرض لتحريف عبر الازمنة وهناك تحريف قد لا يكون مقصودا يأتي من الترجمة فان ترجمة للكتب الدينية قد تسبب التحريف في الكثير من معانيها على سبيل المثال ترجمات القرآن في زماننا تشتمل على كثير من التحريف لم يكن تحريفا مقصودا من المترجمين لكنهم يترجمون بحسب فهمهم بحدود قدرتهم بحدود احاطتهم بمضمون الآيات ثم ينقلونه الى اللغة التي يكتبون بها القرآن المترجم هؤلاء يضحكون عليكم انهم يبعدونكم بكل الاساليب عن منهج العترة الطاهرة غيبة النعماني هذا الكتاب جوهارة جوهارة هذا الكتاب يضربه مثالا لمصدر للعلامات ويأتي كلامه في سياق تضعيف العمل بهذا الكتاب وانما علينا ان نعمل بكتاب اخنوخ تقبلون بهذا المنطق انتم تقبلون بهذا المنطق هل هذا هو منطق الامير او منطق الحمير ماذا تقولون انتم ما نحن نتحدث عن حوزة الحمير هذا المنطق منطق الامير او منطق الحمير ماذا تقولون جناب الاغى سامي البدري يريد لي مصطرة الهية من سطرة سطرك على يافوخك مصطرة مو مصطرة مصطرة وهذه المصطرة لا بد ان نأخذها من العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها في اي مكان اوصانا امتنا ان نجعل المصطرة لعلامات الظهور ان نجعلها وان نأخذها وان نتبناها وان نعتمدها من كتاب اخ نوخ في اي حديث في اي مصدر هؤلاء يضحكون عليكم يضحكون على انفسهم وبعد ذلك يضحكون عليكم هو نفسه هو نفسه سامي البدري سيخرج عن هذه المصطرة وبعد ذلك سيضيف اليها لانه يجدها ناقصة سيضيف اليها رواية من روايات المخالفين من مستدرك الحاكم النيشابور ما هذا الضلال ما هذا الضلال انت فردت كتاب اخ نوخ مصطرة بعد ذلك يتجاوزه يرفضه فهل كتاب اخ نوخ صحيح لماذا ترفض كلامه واذا كان ليس صحيحا لماذا تأخذه مصطرة اذا كان ناقصا لماذا فردت المصطرة المأخوذة لا بد ان تأخذ من هذا الكتاب واذا اردت ان تكمل نقصه لماذا اكملت نقصه من مستدرك الحاكم النيشابور لماذا لم تلجأ الى غيبة النعماني لماذا لم تلجأ الى كتبنا التي جمعت احاديث اهل البيت صنع لكم مصطرة من كتاب اخ نوخ المحرف ومن مستدرك الحاكم النيشابوري هكذا تعرف علامات الظهور انيئ لكم بهؤلاء المحققين والمدققين السيستانيين وصخم الله وجوههم وصخم الله وجوهكم يا طائعين العظم على هذه الدقة السودة نذهب الى فاصل رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين متمنيا على المشاهدين ان يرابطوا بين كلامي الذي ذكرته وبينما يتحدث به هذا المحقق الطوسي السيستاني العملاق شلون نتعامل مع علامات الظهور خصوصا موجودة بكل كتاب اليوم يقدر واحد يدخل بالشوق ويحصل لغيبة النعماني يحصل لغيبة الطوسي يقرأ يقرأ ويقوم يطبق السؤال التالي السؤال الكبير كيف نتعامل مع روايات علامات الظهور عدنا مصطرة انقيس بيها لو ما اكو مصطرة اي اول سؤال فحديثنا اليوم عن المصطرة الالهية اكو مصطرة الهية عن المصطرة الالهية التي نقيس الواقع عليها مصطرة بيها ميت شانتين نشوف ميت شانتين الواقع واصل الى تسعين نقول ايه بعد عشرة اكو وبالتالي هاي العشرة هي مال الامام الواحد اثنين 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 فما هي هذه المصطرة الالهية التي ينبغي لنا ان نتعرف عليها لتكون اداتنا من اجل ان نشخص ان الواقع هو واقع الظهور ان الزمن زمن الظهور ان العلامات اللي تنشوفها هي علامات الظهور هاي المصطرة القرآن تحدث عنها اهل البيت عليهم السلام تحدثوا عنها ولكن لان القضية قطية اوسع قضية هم النصارى واليهود وال بعض والزردشتية ايضا فلابد ان تكون قديمة جدا هذه المصطرة تجدونها في كتاب اليوم الحمد لله ومن حسن حظنا موجود على الانترنت كتاب ادريس ولكن يسمونه بكتاب اخنوخ اخنوخ هو نفس ادريس اخنوخ من اللفظ اليونانية اينوك اينوك من اللفظة العبرية حانوك وحانوك من الحنكة والدراسة هو ادريس احنا رح نسمي ادريس لكنه بالانترنت مدريس حصل اكتب شفر او كتاب اخنوخ واي مفيد ان تطلع عليه اهمنا الفصل المعبر عنه برؤية الاشابيع رؤية الاشابيع هذا الفصل يتحدث ينطينا المصطرة يطينا المصطرة من زمن ادريس بل من زمن آدم الى البعثة محمد صلى الله عليه وآله الى الهجراء النبوية الى الظهور الى ما بعد الظهور هاي شنو هاي مصطرة مصطرة كاملة شقد اكو غفلة عن متابعة هذا الكتاب من قبلنا كشيعة من قبل المسلمين ما على اسف الا الباحثين المتقصصين اللي بيعدون بالاصابع شنو هاي مصطرة مصطرة كاملة من سطرة تسطرك على وجهك وعلى وجه السيستاني اشقد اكو غفلة عن متابعة هذا الكتاب من قبلنا كشيعة من قبل المسلمين مع الاسف الا الباحثين المتقصصين اللي يعدون بالاصابع قطعا ومن اعظمهم هذا العلامة الفهامة المحقق اللي حقق من جوه ومو من فوق سام البدري ماذا يقول سام البدري وهو يتحدث عن هذه المصطرة مو المصطرة المصطرة لما يصل الى الاسبوع الخامس انا ساقرأ عليكم رؤية الاسابيع من كتاب اخنوخ واتمنى عليكم ان تلتفت اليها لانني لا استطيع ان اقرأها مرة ثانية في حلقة يوم غد ستجدون ان سام اهل البدري يكذب ويكذب ويكذب ولا يوجد شيء من اكاذيبه في هذه المصطرة سيكذب على اهل البيت كذبا كثيرا كل ذلك بالفيديوهات وهذه الفيديوهات موجودة على الشبكة العنكبوتية في الاسبوع الخامس ماذا جاء في كتاب اخنوخ بحسب اللفظ النصراني اخنوخ ثم في الاسبوع الخامس وفي تتمته تأسس بيت المجد والملك الى الابد هذا هو الهيكل الاسرائيلي بحسب ما يقول سامي البدري تأسس بيت المجد والملك الى الابد هذه المصطرة سامي البدري يرفض هذا الكلام يقول نحن لا نقبل ما جاء في الكتاب الى الابد لان الملك الاسرائيلي قد انتهى ولان الهيكل لا وجود له الان فانا اقول يا ابو السوم يا حبيبي اذا كانت هذه مصطرة مثل ما تقول انت مصطرة من سطرة تسطرك على يافوخك فانت ليش تخالف لماذا ترفض ما جاء في المصطرة وتضيف من عندك اصبحت اذا انت اصبحت انت المصطرة فهل انت المصطرة ام ان المصطرة ما جاء في كتاب اخنوخ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الخامس ثم يقول بعد الطوفان اهم رح ينحرف هذا الجيل الجديد وفي يأتي اسبوع ثالث بعد الطوفان في نهايته يختار الله تعالى شخصا يجعل نسله شجرة صدق للأبد كلهم يتفقون هذا ابراهيم هم يتفقون ثم يقول يأتي اسبوع رابع في نهايته يشطف الله ابرار تعطى لهم تورا كلهم يتفقون هذا موشى والهارون ثم يقول يأتي اسبوع خامش في نهايته يبنى بيت المملكة بيت الله هو يسميه هنا للأبد لا احنا ما نقول له نقول له مو للأبد بدليل هذا بيت الله موجود المقدس مهدم مو للأبد ولكن يشير انه نهاية الاسبوع الخامس يبنى بيت للمملكة فعلا بنو اسرائيل ما صار عندهم بيت للبيت المقدس الا في زمن داود وسليمان بعد ثم يأتي اسبوع سادس ينتشر الضلال والفساد هو يقول ويصعد رجل الى السماء ويتشتت الجذر المختار بنو اسرائيل يشتتون ويصعد رجل الى السماء ونحن عدنا تعليق على هذا وانا فقط دا اقرالكم هاي المصدرة ثم يأتي اسبوع سابع في نهايته يصطف الله ابرار من شجرة الصدق الابدي يعني من اين من ذرية ابراهيم صريح 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 شوف تعال شوف شوف يقول ما يقول واحد يقول ابرار يقول يعطون من العلم سبعة اضعاف بهم تستأصل الضلالات شوان وصف شوان وصف هذا انا هذا دارس كلمة كلمة عندي فقط الآن اريد اضعكم بالصورة في الموضوع انا اكو مصطرة جن هذول الابرار اللي يصطفيهم واللي نطأ انه يعطون من العلم سبعة اضعاف سامي البذري يقول انا هذني دارسهم كلمة كلمة زين انت الان من دارسهم كلمة كلمة تقول هالشكل يعطون من العلم سبعة اضعاف الموجود في الكتاب ستة اضعاف شلون دارسهم كلمة كلمة هذا الموجود في الكتاب وفي تتمة الاسبوع يختار الله الابرار كشهود الحق من نبتة البر الابدي فينالون الحكمة والمعرفة ستة اضعاف انت ذا دارس كلمة كلمة شلون صارت الستة سبعة ملحش كلها خرط قد يقول قائل هذا الامر ليس مهما جدا هذا الامر ليس مهما جدا اذا كانت القضية منحصرة بهذا الاشتباه وبهذا الخطأ فقط هو من اول الحديث من افترائه على الله الى افترائه على صاحب الامر الى 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 فكل الذي جاء به جاء به مخالفا للواقع ومخالفا للحقيقة وقت الحلقة صار طويلا انتهى وقت الحلقة وعندي الكثير من المطالب ماذا قال في هذا الفيديو لا احنا من قل انقل لمو للابد يخاطب ادريس النبي اذا كان هذا الكلام كلام الانبياء فمن انت حتى تعارضه واذا لم يكن من كلام الانبياء فلماذا فردت هذه المصطرة والتي انت تسميها المصطرة الالهية وهذا الكلام ليس سديدا وليس سليما لان المصطرة المكان الذي تستعمل فيه المصطرة وهو يتحدث عن المصطرة وليس عن المصطرة اذ لا معنى للحديث عن المصطرة هنا رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة اخرى كي يتسنى للمشاهدين ان يدققوا فيما يقوله هذا الاخرق ثم يقول بعد الطوفان اهم رح ينحرف هذا الجيل الجديد وفي يأتي اسبوع ثالث بعد الطوفان في نهايته يختار الله تعالى شخصا يجعل نسله شجرة صدق للأبد كلهم يتفقون هذا ابراهيم وما يتفقون ثم يقول يأتي اسبوع رابع في نهايته يشطف الله أبرار تعطى لهم تورا كلهم يتفقون هذا موشى وآل هاروم ثم يقول يأتي اسبوع خامش في نهايته يبنى بيت المملكة بيت الله هو يسميه هنا للأبد لا احنا ما نقول لها نقول لها مو للأبد بدليل هذا بيت الله موجود المقدس مهدم مو للأبد ولكن يشير أنه نهاية الأسبوع الخامس يبنى بيت للمملكة فعلا بني إسرائيل ما شاعدهم بيت لبيت المقدس إلا في زمن داود وسليمان بعد ثم يأتي أسبوع سادس ينتشر الضلال والفساد هو يقول ويصعد رجل إلى السماء ويتشتت الجذر المختار بني إسرائيل يشتتون ويصعد رجل إلى السماء وإحنا عدنا تعليق على هذا فقط أقرالكم هذه المصدرة ثم يأتي أسبوع سابع في نهايته يصطف الله أبرار من شجرة الصدق الأبدي يعني منين من ذرية إبراهيم صريح 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 شوف تعال شوف شي يقول ما يقول واحد يقول أبرار يقول يعطون من العلم سبعة أضعاف بهم تستأصل الضلالات شو أن وصف شو أن وصف هذا أنا هذا دارس كلمة كلمة عندي فقط الآن أريد أضعكم بالصورة في الموضوع أنا أكو مصطرة جن هذول الأبرار اللي يصطفيه واللي نطأ أنه يعطون من العلم سبعة أضعاف حينما كان يتحدث يأتي أسبوع رابع في نهايته يصطف الله أبرار تعطى لهم تورات والله هذا الكلام ما موجود هذا ثم في الأسبوع الرابع وفي تتمته ترى القدسون والأبرار وأعطي لهم ناموس وأعطي لهم ناموس وحضيرة لجميع الأجيال فلا يوجد ذكر للتورات يريد أن يفسر الناموس بالتورات هذا أمر راجع إليه السؤال هنا ما هي الضرورة لكل هذا في الوقت أن أحاديث أهل البيت ما تركت شيئا إلا وفصلته إلا وبينته إلا وشرحته ما هي الحاجة إلى كتاب أخنوخ أو إلى مستدرك الحاكم النيشابوري أو إلى أو إلى في الوقت الذي يستقل ويرى أن قراءة غيبة النعماني لا توصل الإنسان إلى الحقيقة لا بد من وجود مصطرة وهذه المصطرة لا بد أن نأخذها من كتاب أخنوخ وبعد ذلك نكملها من مستدرك الحاكم النيشابوري هذا ما ستطلعون عليه في الحلقة القادمة لا أجد وقتا لقراءة ما جاء في رؤية الأسابيع سأترك هذا إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم حلقة اليوم بللنا نقعنا وراح نخمر الباشر باشر راح أصوبنا وأزينا بحسب الأصول وعى المصطرة مثل ما هو يقول راح نصوبنا ونزينا على المصطرة مثل ما هو يقول المصطرة وليس المصطرة من صطرة على وجهك وعلى وجه السيستاني اللي جابك وذبك على الواتب نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر